الرئيس التونسي قيس سعيد في مشروعه نحو بناء جمهورية جديدة ودستور جديد واستفتاء وحوار وطني مع المنظمات الوطنية من دون إشراق الأحزاب وهذا أمر جاهر فيه في خطاب وجاهه إلى التونسيين الذين تلقوا إعلان سعيد الجديد الأحادي الجانب بتعجب قالها سعيد بالفم الملآن سيثبتنا من الحوار الوطني من خرموا وجوعوا ونكلوا بالشعب على حد تعبيره تصريح رأى فيه بعض المناهدين لسعيد خطوة ستقود البلاد نحو المزيد من التفرقة والتقسيم بدل التوحيد فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك وحذروا من أن تونس تسير نحو الهاوية ولابد من إنقاذ البلاد والحفاظ عليها فهي تتجه تدريجيا نحو الديكتاتورية للحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن انعكاسات دعوة سعيد لسن دستور جديد على المشهد العام في تونس ينضم إلينا من هناك الأكاديمي والكاتب السياسي دكتور مراد الياقوبي دكتور مراد أهلا بك معنا في صباح جديد أهلا مرحبا تحياتنا لكم ولكل مشاهديكم أهلا بك تعددت ردود الفعل المناهضة لأعلان سعيد الذي جاء بشكل فجائي فيما كان التونسيون يتوقعون حديثه عن الاستفتاء المنتظر كيف تنظر إلى خطاب سعيد وقراره الأحادي بخصوص الدستور في حقيقة الأمر لم يكن مفاجئا لكل السياسيين وحتى لعامة الناس لأن قائل سعيد منذ بدايته منذ قام بانقلابه في 25 ويليا وعمله على الاستأثار بكل السلط هو يواصل نفس الطريق لا يستمع إلى أحد لا يشرك إلا من نجده مضطرين للمشاركة لسبب أو لآخر وهو يسب الجميع مثلا منتظر في خطابه أن يكون خطاب معايدة أن يكون خطاب يجمع عموم التونسيين أو على الأقل أغلبيتهم الساحقة لكن ما حدثه هو خلاف ذلك تماما يعني كلمة معايدة والبقية مشاجرة واسب وشتم غيرها وتخوين وأشياء من هذا القبيل حتى أنه يعتبر جزء كبير من مشاكل تونس هي مشاكل مفتعة له وأنه على الأعلى يعني تقريبا كل من لا يكرر مقالات قائل سعيد هو بالنسبة إليه يعني مجرم ويريد تدمير الشعب وهناك الكثير من التهم المضحكة معنا يعني عندما يتحدث على السيادة الوطنية ثم يذهب أو يدعو يعني نحن مسترون للحصول على قروض ككل دول العالم الثالث والدول الضعيفة ثم فيما بعد يعني يسب أو يمتهن أو يهين المنظمات الدولية وغيرها فهذه تناقضات غير معقولة نعم لكن سعيد أكد أيضا في المقابل سعيد أكد في المقابل أن الحوار سيشمل المنظمات الوطنية الأربعة كيف تقرأ هذا الأمر؟ هل هو محاولة لإعطاء شرعية معينة لهذا الحوار؟ وهل هذا التفصيل برأيك كافا لإثبات شرعية الحوار وإبعاد تهمة الأقصاء؟ طبعا هو يحتاج إلى مثل هذه المنظمات لأن ما هي هذه المنظمات؟ يعني معظمها لم نقل كلها كلها تحتاج إلى قيسة سعيد كلها تحتاج إلى النعم الاعترافة منظمة العراف مثلا طبيعي جدا أن تقف إلى جانبه حتى لا تتعرض إلى أي مس أو غيره بالنسبة للاتحاد فهذا موقفه واضح دائما كان في صف السلطة لم يكن كان يكتفي دائما بشعارات دفاع عن الطبقة الشغيلة وما إلى ذلك لكنه جزء من السلطة ويأكل قسمه من كعكة السلطة فضلا عن ملفات كثيرة يمكن إثارتها ضده فضلا أيضا عن الانقلاب القانوني الذي قامت به القيادة النقابية في الاتحاد فكل هذه عناصر ضغط تدفع الاتحاد إلى مواصلة سياسته في مهادنة السلطة وفي اختسام النفوذ معها والحصول على امتيازات تشمل أساسا القيادات وخاصة المكتب التنفيذي ليس أكثر من ذلك فهذه هي مشاركة مضحكة في حين أنه يستبعد بقية الأطياف سنرى نظام حكم جديد لا علاقة له بما عرفته البشرية هو نظام حكم مستبد ولكنه يريد أن يأخذ سمة أو صفة الأنظمة الديمقراطية ويقول إنه ديمقراطي ثم يقوم بإلغاء كل المؤسسات الدستورية ويقول إنه دستوري أنه يعني يحترم الدستور فهناك التنقضات أصبحت مضحكة ومثيرة للإشمأزاز لأنها غير مقبولة في أي مكان وفي أي منطق لا يمكن أن نقبلها نائب عن حزب قلب تونس يقول إن كل شيء مفصل على مقياس سعيد ومن أجل حملته الانتخابية وبالتالي يعتقد أن الدستور سعيد جاهز وأن القوانين والمرسيم ستصدر اتباعا سعيد يقول إنه سيتم إقرار الدستور الجديد وفق الاستفتاء هل تتفق معه في هذا النقطة أم أن التونسيين سيتصدون لهذا الدستور المفروض عليهم والذي سيؤسس لنظام سياسي جديد أيضا أنا ما أقوم به هو تحليل كلام سعيد نفسه قال إن الهيئة العليا التي سيضعها لوضع الدستور وما إلى ذلك تقريبا في بضعة أيام لأن كل شيء جاهز هذا قالوا بلسانه أولا نتساءل الحوار حول ماذا سيتم إذا كان كل شيء جاهز فما الفائدة وما أي معنى للحوار مسألة أخرى يعني دعوته لبعض الوجوه التي عرفت في تاريخها بتبريرها لسياسات السلطة وغيرها فهذا يدل على أنه يجمع حوله الطامعين الطامعين الحقيقيين في السلطة وفي الحصول على بعض الفوتات ليس أكثر من ذلك مثلا عندما يستدعي شخص شخصيات لها تاريخ مع الفشل في تونس مثل الصادق بالعيد الذي عرفها بأنه سبب خسارة تونس لقضية الجرف القاري نفس الشيء بالنسبة إلى الوزير العدل الأسبق والذي ما نذكره منه تقريبا الشيء الوحيد الذي نذكره عنه هو أنه تصدأ أو أراد إلغاء الفصل 230 أي القانون الذي يجرمه فهل هذه وجوه لإقامة مستقبل مشرق للبلاد؟ طيب ماذا عن مصير الاستفتاء الذي لم يتبقى له سوى ثلاثة أشهر ولا نصوص حتى تبرز احترام سعيد لهذا الموعد وأين دور المكونات السياسية والأحزاب المدنية في التصدي لهذه المشاريع من قبل الرئيس سعيد؟ طبعا عندما نتأمل مواقف سعيد وطريقة كلامه وهروبه إلى الشتم والسبب والاتهان هذا يؤكد أن ما يحدث الآن على الساحة السياسية في تونس أصبح يوتيره أكثر وأكثر يعني عندما أحس بالفعل أنه فقد كل أتباعه وكل منوئيه من الأطراف السياسية وغيرها التي ساندته وحرضته على الأنقلاب ثم لم تجني شيء وظلت هناك في موقف معلق فهو له هذا الأحساس وهو أحساس أيضا وهناك أمور تؤكد هذا واقعيا أن المجموعات السياسية التي أصبحت مناهضة لهو تحركات المجموعة التي تريد القيام بعملية الأنقاض أصبح لها امتداد ولها حضور بين الناس يعني حضور جماهيري فهذا بالفعل يؤثر كثيرا عليه وهو ربما بفعل ذلك الضغط يزداد اتجاها ويزداد تعمقا في نفس الاتجاه وهو السبب والشتم وعدم العودة إلى المنطق أو إلى الحوار أو شيء من هذا القبيل شكرا لك الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور مراد اليعقوبي كنت معنا من تونس ترجمة نانسي قنقر